وكلنا بانتظار نسمع النشيد الوطني اللبناني ونشوف لعبينا اللبنانيين كيف حيوقفوا على بوديوم بطولة اسيا 2004 الكورترز كمان لازم ارجع اذكركم فيهم الكورترز اول انتهى 21-16 لصالح فريق الحكمة 37-35 كمان لصالح الفريق اللبناني 51-53 لصالح فريق الوحدة السوري والمباراة انتهت 72-70 لصالح فريق الحكمة مع نهاية المباراة هالمباراة الرائعة جدا جدا اكيد بتصور ممكن نكون بعد وقت قليل بانترفيوات من ملعب الشرقة احتفلات ما في شك رح تعمل اليوم كل الاراضي اللبنانية بنعرف الجمهور اللبناني الباسكت قدى كبير قدى ناطر فوز لبناني والكاس بالمركز الاول استفقتوا كتير لهالكاس من اكد لكم الكاس رح يرجع بكرة بكرة لعبي فريق الحكمة رح يغادروا دبي لانه هن طبعا نسلين بدبي مش بالشارقة رح يغادروا دبي للبنان ومعهم رح يكون الكاس موجود وممكن يكونوا مؤخرين شوي ووصولهم بالليل لكن الجمهور اللبناني الزواء بكرة السلة الاكيد رح ينزل كله بكرة لحتى يرحب ويستقبل لعبينه اللعبين الخضر يلي جايبين كاس اسيا 2004 بعد ما غاب لثلاث سنوات عن الخزان اللبنانية خلينا نقول مش خزانة الاندية بنا نطلع من الاندية لبنان اليوم هو يلي فاز اكيد التحضيرات الرسمية لتوزيع الجوائز الكل عامل شغل كتير كبير سكرنا اللعبين لازم نذكر كمان جهاز الفني المدرب اليس زوروس المدرب اليوناني المدير الفني رز الله زلعوم معالج الفريق اليعواد كمان معالج الفريق توني رستوم اكيد هالبعثة برئاسة المحامي كميل سعادة هون توزيع الميدالية البرونزية والمركز التالت للاعبين القطريين يعني في عدة لعبين قطريين اكيد ما شفتون على ارض الملعب هولي لانه لعبين قطريين محمد سليم العبدالله اللاعب الاردني القطري بيستلم كمان ميداليته البرونزية الميداليات بتتابع واللاعب ياسين اسماعيل يلي ما شارك ببطولة اسل 15 بسبب اصابة بايده لياسين اللاعب عبدالقادر كمان لاعب جديد نضم للاندي القطري وللمنتخب القطري علي تركي علي لكل اللاعبين القطريين عم يستلموا ميدالياتهم البرونزية مبارح بعد كسرطهم امام الحكمة بالمباراة ادلصف نهائية بفارق 18 نقطة رونجر واشنطن هاشم بشير مبروك للريال القطري المركز الثالث اكيد كمان ويلي ريتشاردسون المدرب الامريكي بصفوف الريال القطري وكل الجهاز الفني والادارة بتسلموا طبعا ميدالياتهم البرونزية وبرندن سبان كمان اللاعب الامريكي من بعد الميداليات البرونزية رح نكون مع الميدالية الفضية المركز الثاني يلي قدر احرز فريق الوحدة ما زال عم نحكي عن فريق الوحدة خليني اقلكم كمان تاريخ هالفريق ببطولة اسيا للاندية بستة 2001 نادي الوحدة السوري قدر فاز ببرونزية البطولة الاساوية لجارة بودوباي بعام 2002 بماليسيا كمان ادرفاز ببرونزية بطولة اسيا بعام 2003 ادرفاز بدهبية البطولة الاساوية والمركز الاول بعام 2004 نادي الوحدة السوري بيحرز المركز التاني والميدالية الفضية يعني صار عنده كل الميداليات برونزية فضية والدهبية للنادي السوري بطل سورية الوحدة طبعا بينما نادي الحكمة اللبناني صار عنده تحلات ميداليات الدهبية يعني الدهب او لا شيء هيدا هو العنوان اللي بيلعب فيه فريق الحكمة بالبطولة الاساوية بيدخل للبطولة الاساوية وعينه للدهب بحال وصل للدور النصف نهائي بيوصل للنهائي وبيقدر يفوز فيه بالميدالية الدهبية هيك عمل سنة 1999 هيك عمل سنة الالفان وهيك عمل مرة تالت سنة الالفان واربعة تحية كتير كبيرة كمان للعبية نادي الوحدة السوري ابتداعا من انور عبدالحاي يلي عم يستلم ميداليته الفضية عمر كاركوكلي اليوم ما شفناه بالمباراة النهائية كمان من بعده رح يستلم الميدالية الفضية ومبروط للوحدة للمركز التاني عمر ادلبي كمان لعب مشارك اليوم بالمباراة النهائية خالد زايدان اللي ما شفناه وجه مضبوط بس متصول خالد زايدان صحيح خالد زايدان من بعده طارق علي موسى فايز الحنوي من بعده كمان محمد ابو السعدة اللعب المعار لنادي الوحدة السوري طريف كوترش طريف من اللعبين البرزو كتير كتير مع فريق الوحدة السوري يلي اعتزل من اشهر قليلة طريف كوترش صار المدير الفني لنادي الوحدة السوري كمان خبرة كتير كبيرة ممكن يستفيد منها النادي السوري خبرة طريف هي كتير كبيرة شريف الشريف واحد من نجوم المباراة النهائية مثله مثل باسل ريا كمان اللعب المشاكل واللاعب المدافع المدارية الفضية بتكمل ادي واشنطن ادي واشنطن اليوم سجل اربع نقاط بس بالمباراة اندري بيتس هداف المباراة بثمانة عشر نقطة اللي ممكن كمان يكون سكورر البطولة الاسيوية لها السنة والمدرب اليوغوزلافي نيند كيرزيتش كمان نيند المدرب غاني عن التعريف بيستلم المدرية الفضية وانور عبدالحاي كابتن فريق الوحدة عم يستلم بها الوقت كأس المركز التاني وهيكي بنوصل نحن وياكم مشاهدينا للنادي الحكمة بطل اسيا الفين واربع بهالوقت عم تشوفوا احتفلات اللعبين اللبنانيين بفوزهم بالكأس المرمو صلاح خوري اريك شاتفلد الكل فرح لالفوز الغالي الغالي غالي غالي يعني ادما نقول غالي قليل اكيد فرحة كتير كبيرة الميداليات الدهبية رح تتوزع على كل اللعبين والجهاز الفني والاداريين وفادي الخطيب رح يحمل كأس المركز الاول كمان عدة وجوه لبنانية عيشة بالامارات اكيد بتكون حد كل الفرق اللبنية يلي بتشارك ان كان بالبطولات الاسيوية او حتى بالبطولات الدولية او الدورات الدولية كلهم بيوقفوا ايد واحدة حد الفرق اللبنية اللي بتشارك لحتى يساعدون بحيال له شي ممكن يعتزوا وهيدا كله بلس بكون للفرق اللبنية بالفعل هون ببين قوة الشعب اللبناني اديه صلب و اديها البلد الصغير فعله كتير كبير فايد الخطيب اكيد كمان مبروك كبيرة لرئيس نيدر حكم السلطة فرانسواريك اللي موجود حد فريقه في الشارقة ليكون الى جانب فريقه البطل الاديم نجليد صباح خوري يستلم الميدالية الدهبية كمان رئيس البعث اللبنانية المخامة كميل سعادة روي سميحة كمان روي عامل شغل كتير كبير طبعا بتنسيك تسكنه لروي بوقت قليل بعتزر يعني بتذكر كل اللعبين شار بردويل ايريك شاتفلد جورج شيباني كمان بتحمل الميدالية الدهبية براين بشارة بطل هالمباراة من دون منازع حمد داغر كمان هاللاعب الصاعد اللي عنده مستقبل كتير كبير قوري لويس ملك البلوكشوتس والريباوند بها المباراة وبكل المباراة اللي عابها بها البطولة بالرغم من إصابته ويلي بارتون لاعب الـ XMBA والمدرب اليوناني إلياس زوروس حامل لقب جديد مدرب أولمبياكوس اليوناني السابقا من بعد المدير الفني رزقالة زالعوم لاعب دولي سابق وبارس جدا من أفضل اللاعبين العربي اللي مرقوا على السلة العربية المعالج إلي عواد كمان اللوجست روميو أبي طايع الكل عم يستلموا ميدالياتهم رئيس نجد كرة السلة ونايب الرئيس نستاذ إلي حشوشي الزميل بول عطلة الكل مبسوط الكل عم يحمل الدهب كمان واحد من الوجوه اللبنانية يلي مكيمة كمان بدوباي اللي حكيت عنهم كتير بالفعل حب كتير كبير للأندي البنية اللي بيشاركوا بدوباي وهلا فان الخطيب رح يحمل كاس آسيا 2004 عيشوا التشويق عيشوا الحماس عيشوا مشهد جديد استفدتوله لفترة طويلة جدا الخطيب عم يحمل كاس آسيا 2004 للأندي الأبطال لعب افتعد ناله ثلاث سنوات لكن لبنان ما بيابل غير ما يرجع اللعب لعنده اللعب رجع لصالح الحكم اللبناني وبكرا الكاس بيكون ببيروت فرحة كتير كبيرة لفادي الخطيب يلي عم يحمل أكيد أغلى كاس بتاريخه وبحياته الرياضية سواني ما بتنسها أبدا لحظات عن جد مؤسرة جدا 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 أكيد رح يروحوا كمان يحيوا الجمهور اللبناني يلي قلت لكم كان الليعب رقم ستة طوال طوال هالبطولة وقف حد وقف حد فريق الحكمة طوال هالبطولة بتصور مع المشاهد الرائعة جدا يلي ما ممكن تنسها أبدا برجع بقالكم كاس آسيا 2004 رجع للبنان وهيدا هو الأهم مع هالجملة حيبب اليوم اختم هالبطولة الأنية الأسوية الخمسة عشر بشكر كلي اللي تابعوا معنا هالبطولة منهار السبت وصولا لليوم صرفي ودعكم وقالكم إلى اللقاء مبروك للبنان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة